تعالي ناردة اقولك في الفيديو طريقتين حلوين او فعالين لطرد النموس مش هتشوفيه تاني ابدا في شاقتك طول فترة السيف اول حاجة كده فحالة على النار حطي كوبايتين مياه كبار بعد كده نزلي بقى فيها اعواد القرفة كده القرفة هنا فعالة جدا لطرد النموس والحشرات حطيهم بقى فحالة يجلوا لحد ما قليبوا كده ويتميل لونها كده لللون البني زي ما انتي شايفة كده بعد كده هتبتدي بقى تجيبيلي بخاخة كده مخصوص في المطبق عندك للتنزفات وكده هتبتدي تفتحيها بالطريقة دي وهتجيبي قمع كده من فوق وتبتدي تحطي فيه بقى المياه بتاعت القرفة القرفة اللي احنا جلناها هتبتدي تصفيها كده من فوق بالطريقة دي كده بعد ما تملي بقى كده ربع يعني ايه تلت تربع البخاخ كده بالطريقة دي من المياه هنحط عليها شوية مكونات بقى عشان تكون فعالة جدا لطرد النموس والدبان وكل الحشرات اللي بتشوفيها هتحطي شوية من الصابون السايل ومتستغربيش جدا لانه هو فيه مواد كميوية بتقتل كده وتفتت الحشرات هتحطي كمان كباية كده ربع كباية من الخل وهتحطي كمان عصير لمونة هتقلبي بقى كده الخليط ده كله كده في البخاخة دي وهتبقى جاهزة معاك بقى للرش بقى في كل ركن في المطبخ وكمان بقى بالاخص لو انتي بقى يعني عندك كده الزعرع بقى في البلكونة او في اي مكان زرعي طبيعي رشي عليه لان الحشرات بتتلم عليه بطريقة جريبة جدا بعد كده هترشي بقى حولين الانتري على الستاير هترشي بقى على الحلقان بتاعت البلكونات والشياش بقى والنوافز اللي عندك كلها عشان تمنع التدخل للنموس والحشرات خالص دي اول فكرة عندي تاني فكرة بقى عندنا ودي اسأل من الاولانية وكمان فكرة جبارة جدا وهتشوفيها قدام عينك الحشرات كلها بتتلم عليها وبتموت اول حاجة هتسخني سكينة ويجيبيلي ازازة بتقسميها نصتين كده بالطريقة دي كده عايزين ناخد الجزء العلوي اللي في الازازة اللي في الغطة ده هنبتدي نعمل تركيبة حلوة جدا وفعالة لطرد النموس والدبان والحشرات برضو بمكونات موجودة عندك في المطبخ اول حاجة كده كيس خميرة ما تستجربيش لان الخميرة بيتلمي بفعلا عليها الحشرات بطريقة جريبة قوي هتحطي كده في الازازة هتجيبي كيس خميرة وتفضيه تواق كانت بقى كميرة فورية او بيرة هتحطي كده الخميرة وتحطي عليها مع علاقتين كبار من السكر انا عايزة كل الحشرات بقى تتلمي في الازازة دي وبعد كده هتحطي عليها بقى كوباية مياه دافية لازم تبقى دافية عشان تتفاعل مع الخميرة والسكر وهتقلبيهم كويس جدا كده بالطريقة دي وكده جهستي بقى المكونات الخطيرة اللي هتفتتلك النموس وهتلمه كله هو والهموش والدبان وهتبتدي بقى كده يا ست الكل تفتحي للغطى بتاع الازازة وتحطيها كده بالمقلوب كيانك بتحطيها قمع كده في الازازة ده نفسها وهتجيبي بقى اي لازقة عندك او سلوطب باي حاجة عندك بقى وهتبتدي تلزقيهم كده في بعض بالطريقة دي اللي انت شايفها عشان بس نسبت فيها الجزء العلوي دوت بعد كده بقى دي هتحطيها في اي ركن في المطبق في اي زاوية هتلميلك كل الحشرات كلها هتتلمي في الازازة دي قدام عينك هتشوفيهم تسحي الصبح هتلاقيها ميتة كلها لان هي فعلا فعالة جدا وجبارة للنموس وقتل الحشرات والدبان عايز اقولك بجد دي الوحيدة اللي جابت معايا نتيجة وكمال لما بتكوني شارية بقى عنب او موز او اي فكة مثلا بتلم عليها حشرات انسي تماما تماما انك تشوفيها تاني لان كل الحشرات عندك هتموت بسبب المكونات اللي موجودة جوه الازازة دي حطيها بقى كده عملي منها 2-3 حطيهم بقى وزعهم في الشقة هتجذبلك كل الحشرات اللي موجودة فيها في دي يا رب بتكون الفكرتين عجبتك نفزيهم وقولوا رأيك في التعليقات